السلام عليكم متابعة اشترك خياطات وتفصيل كديري كنت تمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله في الفيديو اليوم سوف نرى طريقة تفصيل خياطات هذه العباية التي ترى في الصورة اعجبني الموديل وبما انكم اعجبكم العبايات قلت علش لا ما شاكش معكم هذا الموديل هذا هو بسيط فقط ذاك القطعة اللي زيدة عليها من الفوق وعطي ذاك الشكل اللي زوين اذا هذا التوب هذا اللي في الصورة هو توب ريحانة بزاك يسولوني دائما شنا هو توب ريحانة هو التوب اللي كنديرو به الخمارات او الالبيسة الشرعية شحل غادي كفينة ديال التوب غادي نحتاجه لتلاتة متر وناسف جوج متر وناسف غادي نفصل بها بعض العباية العادية ومتر غادي نضيره به ذاك القطعة اللي شتم الأحسن في الأول ذاك المتر تحيدوه بوحدة تعبروا متر وتحيدوه وتخليو فقط 1.5 متر باش هكدا ما تضخوش وما تلكوش توب بزاك اذا غادي ناخدو ثلاتة متر وناسف حر هكدا غادي تحيدو ذاك المتر بوحدة وغادي تطويو الثوب غير جوج متر فقط فقط باش تفصلوا العباية وغاي بقى لكم من نصف متر ديال الأكمام ومتر ديال ذاك القطعة نفصلوا على التنكيس باش تجينة مسدودة من الأمام وبالنسبة للناس اللي طوال بزاف يعني طول ديالهم كتر من متر وانسف فانتو ما غادي تفصلوا على الطول بحال هكدا غادي تفصلوا على الطول غادي تفصلوا الظهر هنا بوحدة و الأمام بوحدة الظهر بوحدة هنا و الظهر بوحدة هنا و لكن غادي تحتاجوا تزيدوا شوية في التوب مثلا زيدوا واحدة نسمتر آخر يعني غادي تحتاجوا لربعة متر لفصلتوا بالطول غادي يخذلكم التوب بزاف أما بالفصلتوا على العرض مفا ما غاديش يخذلكم بزاف إذا غادي نتنو على 4 بحال هكدا التوب عندنا كي قدنا يكون جوج متر مني غادي نتنو على 2 غادي يعطينا 100 سانتيم في العرض من غادي نتنو على 4 غادي تبقى لنا 50 سانتيم هو هداك العرض ديال العباية ايضا غادي نحطوا من هنا نحطوا المقص ديال الكتيف بحال هكدا و نحيدوا 8 سانتيم للعونق و ننزلوا ب 3 سانتيم ديال الكتيف نجوم من هنا غادي نحطنا بطوب المقص ديال التركيز و نقسموه على 2 و ندخلو ب 2 سانتيم و نقسموه لا بشكل متر و نعطون مقص ديال الصدر و نقسموه دورة تركيز من الكتيف مرورا بجو سانتيم لدخلنا حتى لنقص ديال الصدر نحطوا الارتفاع ديال الحيزم أحطوا الارتفاع الديال الحيزم نضع من هذا النقطة العرض الحزام العرض والحزام تتوسع و تضيقه على حسب كيف يريدون من اللبس نضع سنتيم الخياطة نضع طول العباية نضع العرض كامل نضع 50 سنتيم نضع العنق الدهر و 8 سنتيم العنق الأمام نضع العنق الدهر و 10 سنتيم ثم نضع الفتحة في الظهر نقطع نضع العنق الدهر 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 نضع عهد نضع عهد تحت الركبة يعني ماشي في الركبة وماشي لتحت قاعة تحت الركبة ممكن نديروها من هنا يعني من الأسفل يبقى ليكم الخطيئة نديروها غي حد هنا اذا ومن هنا سنزيدوا 15 أو 18 سنتيم من هنا باش نديرو ذاك التانيات اللي لدينا في العنق بحال هكذا سنزيدوا 15 أو 18 سنتيم نديرو 15 كافية بحال هكذا سنزيدوا من هذه النقطة وتنزلوا ب 11 سنتيم بحال هكذا بهذا الشكل هذا ومن بعد ستضروا الهنا نزلوا ب 11 سنتيم مستقيمة من بعد ستضروا بهذا الشكل هذا وغادي تقطعوا بالحيان السماء الفروق المترجمة سنبقى إزالي نضيف بحالة أكبر نضع المقص على المقص على 13 سنتيم طريقة العادية نضع العاد والتخ deform أي نزال الطويل ماء الجهة المخطفة اذا لا تريدون سوف نرسم لكم و من بعد نقطعه و سوف ندوز معكم باش نوريكم الطريقة الخياطة على قطعة صغيرة في التوب سوف نرى الطريقة الخياطة كيف ترى القطعة الأمام و الظهر وهذه القطعة التي تكون زيدة في الأمام والأكمام وبطبيعة الحال تبطين الظهر والأمام سوف نرى أول شي شي نゲفته هي أن نقص القطعة الأمام fyاء والأمام الفعادة نضيف تلك ليس مثلا هذا وجه و هذا الباب مُتحلار الأمر نحضر الوضع الوجه والذي عباية وناستخضر الوضع نخيط الكثيفين ثم خيطنا الكثيفين تتجيل استخدامنا القطعه وضعنا قطعه وضعنا الوجه للزهر ثم نخيط الكتفين ثم نخيط الأكمام نخيط الأكمام نخيط المنتصف نحدده هنا نضعه مع هذا الخط الكتف نخيط الجهة الأولى و نخيط الجهة الثانية نعرفين الطريقة الخياطة العادية و نخيطه من الجهة الأخرى و نخيطه من الجهة الأخرى و تحاولوا تشدد التركيز لا تنسى نخيط الأكمام بطبيعة الحال من بعد قبل أن نقوم بطبيعة الثانية التي كانت في العنق ستأخذ هذه الدورة كاملة إما ستدوزلها السرجة بورداج أو ستدوزلها السرجة العادي ستتخيطه و نخيطه و لماذا تكون هذه الدورة صعبة؟ ستدوزلها و ستدوزلها من بعد ستخيطه 15 سنتيم و ستحاولوا تتوزلها إلى أربعة ثانيات ثلاثة ثلاثة ستدوزل و ثلاثة 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 ستدوزل here يعني هذه ستدوزلها بحال ستدوزل ستسبتها ستخيطها سوف تخيطوها بحال هكذا سوف تتحدث بالميكوت سوف تخيطوها سوف تخيطوها سوف تخيطوها سوف تجيبو التبطين العنق الأمام وتضعوه هنا سوف تخيطوه سوف يجيكم الخياطة سوف نجيكم طريقة الخياطة تبطين العنق في صندوق الوصف وبالنسبة للظهر سوف تضعوه التبطين بالفتحة لكي يجيكم سهل في اللبسة فتحة طولها 1-10 سنتيم سوف تضعوه الفتحة و تضعوه لها التبطين و تضعوه لها صدفة هنا سوف نجيكم في صندوق الوصف سوف تخيطو الجهة الأخرى سوف تتنعوه بحال هكذا بهذا الشكل سوف تخيطو الجوانب من الكم من هنا و تخيطوه بعدما تكونوا 2-1 سنتيم من هنا و تخيطو الجوانب و تخيطو الجوانب و تخيطو الجوانب و العباية من هنا في الأخير سوف يبقى لكم فقط العطفاء 2-1 سنتيم من الدورة كاملة من الأسفل و حاجة أخرى هكذا اذا كان هذا هو الفيديو دي اليوم نتمنى ان العباية تكون للعجاب ديلكم لا تبخلوش عليا باللايك وبالتعليقات ديلكم انكم تشاركوا الفيديو من اصدقاء ديلكم ولكتو اول مرة تزوروا قناة تشاركوا فيها وما تنسوش تفعلوا زر الجرس كان بغيكم بزبزاب في امان الله ونتلقوا فيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة